السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الثالثة من سلسل التسويق الإلكتروني لقادة الشركات في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن الإطار العام للتسويق والمشكلة التي تواجه الشركات المشكلة الحقيقية التي تواجه الشركات فيما يتعلق تسويق الإلكتروني وفي الحلقة الثانية تحدثنا عن أول جزئية في الإطار وهي الإعلان في هذا الحلقة سوف نتحدث عن التسويق قلنا في الحلقة الفاتت أنه الهدف من الإعلان هو أنه أنا أعمل تأثير على الرأي الجمهور أو أبني reframing الجمهور بصورة معينة عن منتجي أو عن البران تبعي ثم أني أدعوهم على أن يدخلوا معي على free experience اللي حتدخلهم في النهاية على التسويق أو personalized environment الـ free experience كانت أنه نعطيهم lead magnet هذا lead magnet هو عبار عن محتوى رقمي مفيد بذاته و بقيمته يعني as is و بس يأخذوا بيكونوا دخلوا على السيارة الماندي طيب شو الفكرة أولا نجاوب عن ما هو الهدف الاستراتيجي للتسويق الهدف الاستراتيجي للتسويق هو أنك تجعل الشخص يرغب في شراء منتجك قبل ما تعطيه الأفر كيف أنت لما بتكون قاعد مثلا جعان أو كي بخلص بعد يوم شغل طويل هيك وخلصت طالع عند المكتب الآن تقول لأو كي أنا رايح الآن على المطعم رح أعمل رح أطلب واحد اثنين ثلاث أربعة أيضا كير هاو ميتش اس قاوس مي رح خلص ها بدي أفوش غلي وكل ما قربت أكثر الأفكار قاعدة كل تفكيرك بس بالأكل وكل ما قربت على المطعم شهيتك بترتبع شهيتك بترتبع وانت لسه مش عارف شو الهدف شو هتطلب ايش وش هتطلب ما بتوصل على المطعم لأنك أصلا أريدي مشتري فتروح بتطلب أصلا أوفر برجت أو أوفر نيد ليش لأنه انت شهيتك ارتفعت الأبطاية ارتفعة تبعك وانت رايح تشتري نفس الفكرة هون تسويق لازم يرفع شهيتي الناس لأنها تشتري منتجك لازم يخليهم حابين يشتروا قبل ما يعرفوا أصلا قديش وبكام وإيش خلص لازم أنا أنا هشتري الاشي الفلاني لسه مش عارف كام بس هشتري زي الناس بتصف طوابير قدام أبل بيومين عشان تشتري نيو ايفون مثلا ولسه مثلا الوفيشل برايس مش عارفينه كم أو أعرف كيف هذي الشهية ترتفع فإذا هذا هو الهدف الاستراتيجي من التسويق شو هدف التقني من التسويق هدف التقني من التسويق إنه تخلي الشخص اللي اقتنع أو اللي يحب اللي صار عنده هاي الرغبة ينتقل من هون من الـ CRM خللنا نحكي أو من الـ Personalized Environment ينتقل على آلية البيع عشان يشتري على الـ Sales Mechanism يأتي من الفلور يروح على الـ Cash Register ومعه المنتج بإيده عشان يشتري هاي الهدف التقني للتسويق خلينا نحكي كيف ممكن نحقق هذول الهدفين مع بعض احنا قلنا في مرحلة الإعلان دخلنا ناس جدات على CRM شو هو CRM؟ Contact Relation Management شو يعني؟ هو عبارة عن صفتوير هذا الصفتوير الناس اللي بتسجل عشان تحصل على الـ Lead Magnets تدخل عندك فيه تتسجل مع بياناتها وتتخزن هناك وتقدر تعرف التراك وتعمل حسوري لكل الـ Actions اللي يعملوها عندك على الموقع بالـ CRM بتعمل هوستنج أو بتعمل استضافة على صفحات الإلكترونية للـ Lead Pages للـ Landing Pages لكل القصص هاي CRM هو عبارة عن روح الـ Business الماركتنج CRM صح مش كل CRM طبعاً يعني Effective نحن مستعمل CRM مميز ممكن لاترن نحكي لكم عنه بس CRM هي روح الـ Business روح الشركة لانه هي يعني هي تمثل في الـ Business التقليدي يقابلها الـ Shop تبعك فكم انت لو عندك مثلا محل في مول كيف تستثمر فيه وتصرف عليه عشان تخلي منظره جميل ورايحته زكية والديزاين رائع والناس اللي يعمل فيه فهمين وكذا CRM أهمية وبأهمية هذا الـ Shop اوكي؟ إذا ما عندك CRM على الأغلب انت بتعاني وكل شي صعب وكل شي بيأخذ وقت طويل ومش عارف كيف الـ performance للشغل تبعك لانه ما عندك data ما بتقدر تأخذ report عن أي شيء CRM مهم اوكي؟ طيب فهذا CRM الناس دخلت على CRM الآن المفروض يكون فيه شيء احنا بنسميه بعد ما يدخل أول lead magnet عندك على CRM اي حد يدخل يأخذ lead magnet على CRM مفروض يكون فيه ما يعرف بالـ sequence ما هو sequence؟ sequence هو عبارة عن مجموعة من الرسائل المؤتمته اللي بتروح للناس سواء بالـ email او بالـ SMS او غيره هذه الرسائل تحتوي على محتوى الليه علاقة في lead magnet اللي قدمته يعني مثلا في اول email بروح خلان عسبي مثلا وكان ايميل الامر الاول ايميل بروح مثلا تخيل انه فيه فيديو هذا الفيديو بيكمل بزيادة بيعطي قيمة اكثر كمان بيقول مثلا تطلع فيديو بتقول اوكي ان شاء الله استمتعت في ال lead magnet في هذا الفيديو انا بدي اعطيك ثلاث خطوات عشان تساعدك تحل المشكلة الافلانية واحد اثنين ثلاث اربعة باتمنى انك تكون استفدت من هاي الخطوات شكرا اوكي اشي زي هيك فاذا هي محتوى مفيد ايضا لازم يكون المحتوى مفيد وقيم للجمهور اللي انت بتعطي المحتوى لانه انت لازم ماهو ليش الناس بتسمعك ليش الناس بتشوف المحتوى تبعا ليش حد بيقرأ ايميالك ليش حد بيشوف فيديو انت بتعمله شو السبب في كتير خيارات على الانترنت ملايين الخيارات ماهو معنى انت لازم تعطيهم سبب السبب بسيط تنتم باسماك انتو ه które Beck انتو محلو مشكلة تشينهم انتجنب ألم انتجنب خطر تحقق هدف شانه هيك موسو Möglichkeit عاقل الإنسان مرة ثانية يشتغل أذا في ربما blessing اخسره سأحسله او اذا في ربما اتيني اكسبه في احصله ك nasi موما مشاك كان من قناة الجمهورك يجنب ألم ويحقق هدف لذا هو سيد معك تمام فاذا محتوى اكثر مجموعة من الفيديوهات. طبعاً الفيديوهات هاي أو المحتوى هون. ومينلي فيديو. هاشرح لكم ليش أو حكي ليش فيديو بعد شوي. هاي المحتوى لازم يكون مبني وكأنه قصة. وكأنه مسلسل. انت بتبني قاعد. يعني مش اعتباطنا بتختار أي موضوع تحكي عنه. لازم كل شيء يكون مدروس كيف بتحكي عنه. ليش بتحكي عن الموضوع هاد. وكيف بتحكي عنه بطريقة فلانية. مش بطريقة فلانية. وليش. ليش؟ لأنه انت قاعد بتبني أفكار. ويتجاوب على تساؤلات تدور في ذهن جمهورك. فيما يتعلق في التعامل مع منتجك اجمالاً. او الشيء بتعمله انت أصلا. في نهاية المطاف يعني. فانت أول بأول قاعد بتحل أو بتشيل الأبجيكشنز من ذهن جمهورك. لحد ما يصير جاهز يسمع الأفر. يسمع انت إيش بتبيع. يعني ما بصير تعطي أفر لحد مش فاهمه. هو إذا مش فاهم قيمته ما حي قدره. صح؟ جمهورك إذا مش فاهم قيمة الشيء البلاطية ما حي قدره. يعني أنا لو جيت أقول لك تعال اشتري هذا القلم ألف درهم. يقول لي ألف درهم. يعني أقلب شوه خير إن شاء الله. فلو مستر. بس لو قبل ما أقول لك المعلومة. لو أجيت عليه قلت لك. هذا القلم. كان مثلاً. وقع فيه مثلاً مايكل جاكسون بطاقة على كذا. ومايكل جاكسون. أكيد تعرف مايكل جاكسون وميته. تشتريب ألف درهم. الآن بتبيني ألف درهم إليك ولا شيء. ليش طيب. ما معنى ما هيك نفسها. ألف ألف. مرة الأولى ما كنتش فاهم قيمة الأوفر. قيمة البرودكت. مرة ثانية انت فاهم قيمة البرودكت. فبلش الأمور معك. مايش؟ نفس الأمر هون. قبل ما تبيع حد أي شيء. قبل ما تقدم أوفر لأي حد. لازم تتأكد أن قيمته. لازم يمر بسيكونس من الانفورميشن ومن المعلومات. لتركز معك. ليش طب نعملها بالطريقة هاي احنا. ليش نحطهم. يعني. ليش نحطهم جزء 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 جزء. فيديو 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 أو ميسج 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 ميسج. نحطهم بشكل مؤتمة. بحيث روحهم بالليوم الأول اليوم الثاني الثالث. وراء بعضهم. ليش نعملهم بالطريقة هاي. لأنه بكل بساطة زي ما حكينا. الهيومن التنشن اسبان قصير. الناس ما عندها وقت أو ما عندها انتباه طويل. تقدر تجلس تسمع كل المعلومات. فأنت لازم تكون. ما أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بحيث أنك تبسط الرسالة. تقسمها لمراحل. وتوصلها بشكل متسلسل. وكأنك تصور مسلسل تلفزيوني. أو تفرج على مسلسل تلفزيوني. في المسلسل. ما بزبط يجي بنص المسلسل. نص الحلقة مثلا خمسة عشر. وتتفرج. ما تستمتع. ما تحس أنه يعني واو. لماذا؟ لأنك تعرف ما هو القصة. فجأة أنت في المسلسل. ولكن لو حضرته من أول إلى آخره. يصبح عندك تشويخ. ثم إثارة. ثم تفهم العقدة. ثم الحل والشخص. وكذا وغيره. وتصل إلى المسلسل. التسويق نفس الأمر. اجعل تسويق وكأنه مسلسل. طبعا عشان نحقق هذا الأمر. نستعمل ما يعرف بالسطوري. ستوري بورد. شو فكرة ستوري بورد. طالعا. أنا تقريبا سأخرب عليكو مشاهدة كل الأفلام. ممكن. ولكن أعتقد أنها وارفت. سأعطيكو المسلسل الذي يمشي عليه كل قصة. كل قصة فيها سبع عناصر. أول عنصر في القصة. هو البطل. الهيرو. عندنا دائما بطل. يريد أن يحقق هدف. تمام؟ طيب. الفجأة يطلع بوجه البطل. الشخص الشرير أو الشيء. مش شرط شخص. ممكن شيء شرير. يمنعه يحقق هذا الهدف. بعدين يظهر عندنا قايد. هذا القايد. مثل مساعدة البطل أو الدليل يعني. اللي بيساعد البطل عشان يتجنب. عشان يتغلب على الفلين ويحقق هدفه. يعطيه إيش. القايد شو بيعطيه البطل؟ يعطيه بلان. فدائما عند القايد فيه بلان. طبعا بكل الأفلام الجيدة والناجحة. البطل بسمعش القصة. بسمعش البلان. بردش. بطنش. أو بيتجنب. أو ما بيقتنع. أو بيكون عنده سيلف داوت. بيكون متشكك. مش مقتنع تماما بحياة البلان. فإيش لازم يعمل؟ لازم يعمل أكشن. لازم يعمل أكشن. لازم يعمل أكشن. ها خلا نسميها أكشن. لازم يقولهم أكشن. لازم يدفعهم يأخذ أكشن. لازم يحفظه يدفعهم. فالنهاد. تجبر البطل أن يسمع القصة. لذلك. لتعلمه. ما الذي يحدث عنه؟ يحقق ساكسس. ويتجنب. فإذاً. هذه العناصر الأساسية لقصة. دائماً عندنا بطل، فيه فيلم يمنع البطل يحقق هدفه، فيه قايد بيطلع بحياة البطل، هذا القايد فهمان مر بالقصة، عارف الموضوع، فعلاً مؤهل يساعد البطل، فبيأي بيطل البطل الخطة، عكيد البطل بسمعش الكلام على الخطة، ولكن بيصير إشي بعمل بوش للبطل بيجبره يوخذ الخطة، بنتهي الأمر بنجاح وبتجنب فشل، فإذاً كل قصة جيدة فيها شيء على المحك، وفيها شيء نفوز فيه، نفس الأمر في التسويق، أنت دورك، دورك كبراند، كصاحب بزنس، كبزنس، أنت دورك هو القايد وليس البطل، أنت الدليل، أنت القايد، أنت مش الهيرو، الهيرو هو عميلك، الهيرو هو زبون بدك تساعده، لأن الهيرو دائماً إيش؟ ضعيف، محتاج مساعدة، متشكك، بده حد يساعده، فإنت بتيجي الهيرو في حياة عميلك عشان يستساعده، يتجنب الفيلين اللي بمنعه يحقق هدفه، وبتعطيه خطة، وبتدعيه يأخذ أكشن، عشان أن يحقق نجاح ويتجنب فشل، هذا هو التسويق، هكذا يكون عندك أنت تسويق، تسويق وكأنه مسلسل، والناس مركزة معك، وحابة كثيراً، الشيء اللي بتعملها، ليش؟ لأنهم يعيشوا دورهم في قصتك على أنهم هم البطل، هم محور القصة، مش أنت، فإذا عملتوا، إذا كدرت تتغلب على الإيغو اللي موجود عند نظم البزنس، وتتتغلب على الأمر، إنه شيء رائع، أنك أنت تفهم الأمر هذا، وتكون القايد في حياة الناس، واو، حسن؟ يعني، أعطيك، إذا تعمل هذا الحكي، وتتبنى، وكل حد عندك في التيم، وتبنى هذا الحكي، ستتعلم على حياة عمر مددية، وتتعلم على حياة عملية، ستتعلم على حياة عملية، وحياتك حتى، ومستوي على الصيد الشخصي أيضاً، هذا غير حياتي بجرد ما أنا تبنيته، وغير حياتة فريق العمل عندنا كله، وغير حياة عملائنا كلهم، لأنه نحن القايد في حياة البطل، اللي في عنده فيلين، ونحن عارفين الفلين مين هو مزبوط، إلا هو التسويق، الخطأ، هو الفلين، هو اللي يمنعك من النجاح كصاحب بزنس، ونعطيك بلان، اللي هي تتبع البلان طبعتنا، هاي البلان، ويبوشو تو اكشن، نقول لك تعال شوف الفيديوهات هاي حضرها، تعال سجل معنا، تعال احضر كذا، تعال شوفوا البروبوزل، ودائماً نطلب منكم تعملوا شيء، دائماً معكم فور اكشن، ودائماً بنفرجيكو شو هيصير، بنشرحيكو عن السكسس، اللي بصير في حياتكو إذا اشتغلتو معنا، وكيف انو بصير في عندك رحلة استقطاب عميل مؤتمتة، وكيف هذا بيأثر على البزنس تبعك، وكيف يكون في عندك وكأنو سيلستيم يشتغل 24 على سبعة، ما بيأخذ راتب، ولا بيأخذ ريز، ولا بيشكي، ودائماً بيك بفورمانس، ودائماً نشرح لك شو عالمحك، إذا ما اشتغلت معنا، أو مش إذا ما اشتغلت معنا، إذا ما تبنيت هذا الخطة، إذا ما أخذت الأشياء اللي بيطلب منك، شو عالمحك، رح تظل لك دائماً السيلز مش راضي عنها، رح تظل عندك تسويق مش راضي عنه، رح تظل لك، ممكن تخسر فلوس تحط أعلى على تسويق ما بجيك نتيجة، حتظل لك تشتغل مع شركات تسويقية مثلاً، تتأخذ، يعني تتاكد اندفانتج فيه، ما يفيدوك، وتخسر فلوس برضو بزيادة، ستجي يوم تلاقي مش قادر تدفع رواتب بموظفين، ولا تدفع فواتيرك، ولا تدفع، لماذا؟ لأنه ما فيش عندك دخل جايك بشكل كويس، دائماً هايشوف عناصر القصة، انت بطلها في حياتنا، وكذلك عملاءك لازم يكونوا بطل قصتك، أو القصة الفرش ملومي إياها، في حياتك انتي، أو في حياة شركتك، في حياة البرانتبعك، هيك بكون التسويق عندنا، ما يخرش الميز، كما بيحكوها أخواننا المصريين، طيب، أتمنى أنه ما أكون طولت عليكم في الحلقة هاي، أنا شوي تحمس، لأنه أنا عندي باشا عظيم لشغلنا، لالشي هذا، لأنه بحث أنه بيسوف أرت، أنت كل فندل بنعمله، كل ستركشور، كل كامبين بنعمله لعميل لنا، بحث أنه إحنا قاعدين منتج بيسوف أرت، فممكن حماسي شوي طالع على الشاشة، فبعتذر منكم، طيب، إذن هاي في النهاية، هدفنا من التسويق، أنه نجعل رحلة التسويق تبدو كقصة، نأخذ المشخص فيها بطريقة 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 بطريقة، حتى نجاوب على كل المشخص الذي لديه، ونفهمه ونوضح له، شوه يستناء على الطرف الآخر، لو تعامل معنا، versus لو ما تعامل معنا، أو لو ما حل المشكل التي نحلها بلغة أخرى، وداماً، نقول له، تعال، اشتري، تعال، اعمل أردر، روح على الكاش ريجيستر، اطلب قوتيش، اطلب، 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 تعال، زورنا، اعمل، اعمل، وكما هو التحقن، تقوم بقوتيش، اطلبه، من امكانه، كل شيء، فيما تراحض لنا، نحن على هاتف من السابق، نحن سيجعل معهم عنهم في الحلقة المادية، نطلب منهم في الإعلان، ونطلبه منهم في الإعلان، على تخذ المادية، والضع pierح الحاجة، لقد يعطي بعضها، اشتري، حسنًا، حسنًا، لنشكركم جميعاً، في هذه الحلقة، سأشكر، سنتمار الوقت، والطاقة، أو التركيز معي وممكن تأخذوا نوتس قاعدين فكماً I appreciate that very much وإن شاء الله مشوفكم بالحلقة الجاي اللي هنحكي فيها عن السيلز ميكانيزم أهلية البيع كيف هاي السيلز ميكانيزم لازم تكون شو أنواع السيلز ميكانيزم اللي هني أصلا يعني معدودات على مستوى بالعالم كله في أي بزنس موديل وشو بيزبط أكثر إليك انت للبزنس تبعك بناء على البيزنس موديل اللي انت ماشي عليه يعني شو السيلز ميكانيزم اللي بتناسبك بشكل أفضل شكراً للمتابعة وأراكم في الحلقة القادمة في سلسلة التسويق الإلكتروني سيلز ميكانيزم إلى اللقاء